أكد أمين السر مجلس الأمة وأمين السر الشعب البرلمانية نائب دكتور رعودة لرويع اليوم أهمية العمل والتنسيق لمواجهة كافة التحديات التي تهدد الوطن العربي نعم جاء ذلك في ختم مشاركته في أعمال ندوة البرلمانية حول الوضع العربي الراهن التي نظمها الاتحاد البرلماني العربي واستضافها مجلس النواب المصري في القاهرة على مدى يومين على مدار يومين عقدت بمقر مجلس النواب المصري فعاليات الندوة البرلمانية العربية الوضع الراهن للعالم العربي بمشاركة دولة الكويت والتي مثلها النائب الدكتور عود الرويعي أمين سر مجلس الأمة وأمين سر الشعب البرلمانية بالمجلس حيث تمت مناقشة التحديات الداخلية للعالم العربي والمشاكل الاقتصادية نحتاج مثل هذه الندوات نحتاجها على مدار السنة مهما كان عدد هذه الندوات المهم أن تكون فينا دوات يتم في التلاقي وتبادل وجهة النظر والتمهيد أيضاً لالتقاء مع أخواننا النواب والبرلمانيين في كافة الدول العربية وأيضاً حتى يتم أيضاً تعرف وكذلك توحيد الجهود والتنسيق في قضايا أكبر قد يكون هذه القضايا الأكبر هي قضايا نقاشية قضايا خلافية الندوة أيضاً ناقشت محاربة أفكار التطرف من خلال التعليم والثقافة وسيادة القانون كما تطرقت الندوة أيضاً إلى الأوضاع داخل الأراضي العربية المحتلة لا يمكن بناء الشخصية القومية قبل بناء الشخصية الفردية لذلك يجب أيضاً التكامل بين بناء الشخصية الفردية حتى لا يكون عندنا هناك أشخاص ماشيين على نظام معين انقيادي ويكون هناك نوع من السيطرة على العقول والسيطرة على الشخصيات إمكانياتنا العربية متجمعة أكبر وأقوى ونحن لا نريد أن نحارب أحد لكن نريد أن نحافظ على أمننا القومي وعلى مصالحنا وعلى كراماتنا وعلى أرضنا وبالتالي ما هي الأساليب؟ أنا أعتقد الأساليب أن نبعد الخلافات العربية ولو لفترة معينة مناقشة الأوضاع العربية من كافة الجوانب لا سيما الاقتصادية والتعليمية كانت ضرورية حيث أكد المشاركون وضع حلول تلامس الواقع والتحديات التي يعيشها المواطن العربي ياسر سعد، تلفزيون دولة الكويت، القاهرة